القضية ما قضيتينه عساكر مشو هنا دي كان جدا القانون لانو سايقين معاوني وكالانيابة وحصل وحصل وحصل. بقولها لك انا. انا بقول لك الرام داني ما السلحتك انت. افهمه زي ما انت دارت افهمه. الجرم بتاع قتلى الناس ده جاب بنان على الاتفاق السياسي. اللي تم في بيت حجار. الاتفاق المشهد القوى السياسية اتفقت. انو والله يا اخي فضوا الاحتصام. لما تدخلت الامارات واجابت عربات فضى الاحتصام. العربات الاستخدمة في فضى الاحتصام. القرار السياسي. ما انتم هوانات. ما انتم هوانات. العسكري الموجود ده. بعدين بيجو بيحازبوه بيقول له والله انت تجاوزت القوى المفرطة. انت التسليح المشده. لانك كنت كقوى سياسية واتخصت قرار فضى الاحتصام. كنت تشرف على القوى. على الاقل تجرد من السلح. تودي قوى من خارج السلح. لكن انت مشده اديت وديت ضوء اخضر للعسكر قلت لهم فضوا الاحتصام. وبدأ بيه كولومبيا. وده مع كلامي انا امشوا لشهاداتكم. يجي الليلة كباشي يقول لك نبي الاديب ما استجوابني? هس دي ما فضيح عليكم? جاي انت تاجربة دي مع الشهداء? اتو جاي انت تاجربة دي مع الشهداء الليلة? جاي انت اتباكم? شهداء فض الاحتصام? المخابر الدمائية لا فضي الاحتصام? كباشي? كباشي ما كتل الناس. يكون اللي علمكم كباشي ما كتل الناس. دارين تثبت انه كتل الناس ماشي يجيبوا تجربة احتصام? دارين تزبت يعني تكتل الناس جيبوا تجربة لاحتصام. ما يجرجل شنو? اتجرجل في شنو? انا بس بس سألكلنا اتجرجل في شنو? نبي الاديب بعد تسعة شهور جاي يقول والله يا اخي نحن والله اللجنة عجزت. كان يقدم. انا بدعونا بالاديب الان يطلع يقول للناس في مؤتمر صحفي. انتو زادكو كسوار اطلبوا مؤتمر صحفي لنا بالاديب. خلي اديكونا البروسيس كله. البروسيس البدا من اللجنة. لحد التجرير الان في مكتب حمدون. خليه بس يبقى راجل وتبقى عنده الدرقة ويبقى عنده الشجاعة. يطلع يقول البروسيس التمن. كل البروسيس التمن. كويس? الى انه اللجنة فشلت ليه? لو عنده الجرعة وطلع قال الكلام ده انا احترمه واحترمه. لكن ما هيقوله لكم. الكلام ده شيله بس خدته خدته بس عنده الا الامانة والتاريخ. ولكن انتو هوانات والله انتو قولت هوانات يكون شوية. ما هي البلد قاعدين فيها البلد قاعدين فيها البحسيين. بلد قاعدين فيها شويعين. قاعدين فيها شوية. الصعالية الان بيسرقوا في القروش. وده السؤال للنقطة التانية اين فلوس لجنة زالة التمكين. الموني مشا مين الموني? الجروش مشت عني? لجنة زالة التمكين.andi عارفين الليل التعليم العالي. خارج الخدمة. الصحة خارج الخدمة. البلد كلها خارج خدمة. عارفين البلد خارج الخدمة. ليه? لآن ما فيي جروش. نحن نسأل. انا هسency باسألكون. لجنة زالة التمكين. وجيذي قعد يطلع يسرح. انا عارف هوا قعد يسرح لجواني. لكن انا بدعوا ده. للت pi eğل تعالوا او الليل انا عندي لكم وجبة دسمة جدا. الليلة البعسيين. اي زول بعرف علية بعسية. عمل لا تاجي يجيبه في اللازمين. انا او لست احب قضيت ال� الشري ما احب. لكن اي زول بعرف بعسي. كهيس? اي زول بعرف بعسي الليلة اجيبوا ليه البعسيين لانه هعملون ay sailan. جيبونا لك. لالي såال بعرف بعسي كده قريبك صديق. القيادة القطرية والقيادة المركزية والقيادة الاقليمية واللوكل والانترناشنلون. جيبونا ليك الله. عشان الليلة دار اجيب لوني سهل. دار اوديونا الحمامة. انت جيت صادرت كل الاموال. منظمة الدعوة الاسلامية. دي منظمة ضاربة في الوصولة بمليارات الجنيهات. شركات. ما بعرف اللجنة. خطيت يدك عليه. عليه. اموال كثيرة جدا. انا التفصيلة ما عندي له كده بالتفصيل. لكن اموال كثيرة جدا. القروش دي ما شاتوين. اين زهبت اموال لجنة ازالة التمتين? القروش اللي انت جبتها وصادرتها. قروش حتى قروش الدولة. القروش دي مش انها مفروض تتحسن وتمشي للتنمية. تمشي للخدمات. تمشي للتعليم. تمشي للصحة. تمشي للمواصلات. محمد ضياددين استلم المواصلات فيها مية وخمسين بص شغالات. الليلة الشغالات عشرين بص. عشرين بص عشرين بص. من مية وخمسين بص. واتحدى البحسيين الاخوة الرفاق. كان بيقوا قيادة قطرية ولا كان بيقوا قيادة محلية ولا كان بيقوا قيادة اقليمية ولا كان بيقوا اولا الصدام حسين. اتحدى ونطلوا يقولوا الكلام ده مية وخمسين بص. مية وخمسين بص. استلموا شغالة. الليلة شغال فيها عشرين بص. غشوا وزيرة المالية. قالوا لا والله ان احنا جايبين شركة علمانية. عشان تجي تطور. الوزيرة ديك مع مسكينة ساكت. هبوا يديك مسكينة ساكت. طلعت قالت نحنا والله اقرو في الصحافة تتلقوها جايبا. انه نحنا جايبين شركة علمانية وستبدأ التطوير غشوا نسو الجي صالح ديل. ليه? لانه كل قروش لجنة زالت. التمكين شهلا نسو الجي صالح كبها في لجنة المواصلات. ليه? ليه ادى لجنة المواصلات? لانه ده الكفر حقهم. ده الغطاب تا حزب البحس. دولة البحس الجديدة. الان بنشوفي دولة البحس الجديدة. عام لله كتايب بتحزل وقروش. هذه الحاجات كثيرة جدا. دي حاجات خلوها ساكت بس. لكن حاجات كثيرة جدا. الان تحت لجنة ولاية الخرطوم او مواصلات ولاية الخرطوم. اللي الان كل البحسين جد تحتها. شهلا كل قروش لجنة زالت التمكين. يااخ انت شلت قروش زالت لجنة التمكين? كبتها في لجنة المواصلات. المواصلات دي كانت مية وخمسين بس. اتليس خلي المية وخمسين بس تكون شغالة. خلي المية وخمسين بس. بس المية وخمسين بس دل تكون شغالة. يااخي شلت القروش وغشيت الهبة بتاعت وزيرة المالية ديك ما زولة ما اناتش حاجة. زولة زاتها قاعدة ساكت. ما عندها علاقة لها بالمالية زي حنبلوك. كلن كلن امة امة بعضها على بعض. زرية بعضها من بعض. كلن هوانات وريمة مساكت. شلت القروش. كويس? وشلتها كبتها في المواصلات. وقلت جاي شركة المانية عشان تطور. الشركة العلمانية دي كالعادة انت الليلة هسيا لو داير في الدولة الحقيقية والدولة المؤسسات. لو داير تطرح اي اعطاء عشان تجيب بتطرحه في العلن يعني. بتعمل منافسة. بتطرح في الصحافة. بتطرح في التلفزيون. بتقدم اعلانات بتعمل بروباغندا. انه والله يا اخواننا نحن دارين نجيب شركة ولا تطوير وبيجوا الناس بينافسوا. بيقدموا عقود. ليه بيعملوا الكلام دا. بيعملوا الكلام دا عشان يتجاوزوا قضية الفساد. عشان يتجاوزوا قضية الفساد. انه الشغلة تبقى شغلة مرتبة وتبقى الشغلة انه انه بعداك اه العطاء الزول اللي بشيله ما بيكون شاب وفساد ما بيكون شاب. يعني مسأل الاجراعات المعروفة في كل الدولة. الناس ديال قالوا عطاء الديناء ولشركة المانية والشركة المانية دي لليلة ما في زول عارفة ياته شركة المانية. لليلة ما في اي زول. لليلة ما في زول عارف انه الشركة الالمانية جات وخشت في اطار اه او شالة بتاعدي من ليه? لانه القروش شالانس والدصالح القروش بل من اليارات. شغال نادي العباد ده شغال يفضح فيهن. ونادي العباد ده ما بيقدر ينكرون لانه هو كل الملفات كل الملفات. طلعت بالا اجنادي زالة التمكين. انا زباق مش يوم سألتكم السؤال قلت لهم وجه صالح القاعد يمر له الملفات منه? كل الملفات اطلع بها وجه صالح في لجنة زالة التمكين كان مرر له نادر عبيت. الهس يقعدين يقولوا فيه كوزة. اي ملف اي ملف علي وجه الارض طلع به وجه صالح اللامانقا يتكلم عنه كان الماضي تحته نادر عبيت اللي هو ماسك رئيس زيرو فساد. اكتشفتو كوزة الليلة بيقى برميل بتاع جازة انا ما بيخصني. ده بيخصكم انتم. لكن اي ملف طلع ده زولة. اللي هو اسمه نادر عبيت ده. اللي هس قاعد يفضح فيكن ويجيب لكم ملفاتكم كل هذا. هو كوز ما كوز دي حاجة ما بتخصني على. لكن اشان انا دار اوريك انه كمية الفساد اللي حاصل الليلة في الدولة. القروش الشالو عن ناس دي. الناس دي الشالو قروش ما سهلة. القروش دي ما شاتوين. القروش دي ان احنا الليلة هسش نواطنا المسكن ده بيسأل. يا اخي خلي انت قلت مليارات هنا ومليارات هنا ومليارات ما بعرف شنو. دي كلها خليها. دي اصلا نحنا وانا يتكلم عنها. لانه لو انا جد قلت والله دار اتكلم عن المليارات ما بعرف مليارات دي. لا لا دا 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 كلام. نقول والله المليارات دي عشان تمشي وتجيبها ودائرة قوانين ودائرة دول ودائرة كلام ده كله. دا كله خلوه. اخوان الناس اللي بيقولوا الشال الله بيقطع بيكون من الشبكة عندو. بكون الشبكة عنده وننتو كعبة. لكن الله انا ما شايفه بقطع هى فإذا في ذول عنده اذا في ذا في ذول عنده مشكلة في الشبكة عنده مشكلة في التقطع دي بتكون مشكلة اه في الهناي. فانت اللي Skeونك تجي ياه يا يا ودي صالح. ناس حزب البحث. قيادات حزب البحث. الناس اللي هس جاعدين متخفين في الخرطون. طيب ها ودي صالح دا الشي الي بعمل فيه دا كل الشي بيعمل فيه اجدى صالحة انا دار اوصل لك وبيعمل في كده لجنة. ليه البعثيين القيادة القطرية بتاعت حزب البحث بيعملوا في الكلام ده لجنة. ليه بيسرقوا في القروش. الان بدوا يعملوا كتايب بتاع الظل مشوا شالوا البيوت بتاعت الحكومة القاعدة في المقرن. شالوها عملوها بيوت بتاعت كتايب. قاعدين يجيبوا فيها الناس ويدربوهم برضو البيوت معروفة ومرصودة وشلتوها جبتوها. القروشة الشلتوها جبتوها كلها مرصودة كله مرصودة. يعني انا ما بتكلم ساكد كويس؟ ما بتكلم ساكد. والله ماليش يا اخوانا مجاهدة الناس اللي بيقولوا انه بيقولوا انو الله بيقطع ده من الشبكة.؟ يكون من الشبكة عندك أنت. لكن انا شايف اغلب النازل بيقولوا بيقولو انه الله كويس. الناس وجدي سالح ومعاقي عما كالرياح السنهوري. الاكله 13 مليون دولار. ديل اكله 13 مليون دولار. اسعره بقول عليهم هنا. وليبقوا رجال اللي يمشوا يقولوا كلامنا ما صح. ديل اكله 13 مليون دولار زمن. لما انصجت صدام حسين. البحسين المكان بيكاتله في العراق. انا بوريكم تفاصيلة هسة. 13 مليون دولار جات خشت. ناس عما كالرياح السنهوري والجماعة البحسين. الهس قاعدين متقسمين اجنحة. هم طبعا بيقول لك نحن القيادة القطرية. وما باعرف نحن جناح حزب البحس السوداني. ده كله استهبال ساكن. اكلوا 13 مليون دولار. بتاعت الناس كانوا مقاتلين. الناس القاتلوا في قاتلوا في اللواة 68. الخش الكويت. الناس القاتلوا في اللواة 66. المشوق قاتلوا في تكريت وقاتلوا في السلمانية. قروش جابالهم تعويضات. شانوا اكلوا 13 مليون دولار. وقالوا والله شناد دينا للناس القاتلوا هناك. ده ما يأكلوا ليك قروش البلد دي. ما يأكلوا قروش بتاعت الدولة. بيأكلوا ليك? لأن الناس الان في غفلة. ما انت شغال ما استاقلنك بالهناك انو والله ده الكيزان. والكيزان اكلوا البلد. والكيزان ما هبش البلد. انت شغال في الكيزان. الناس وجد صالح لاحطوا البلد. الان المكاتب البيوت بتاعت الدولة الشهلوها بدل يسلموها للدولة. البيوت عملوهم مقرات له كتائب حزب البحث. بيحلموا طبعا. بيحلموا انو والله يدارين يكونوا حزب البحث الجديد. وبحلموا انو القيادة يعني ما خلاص هم بيفتكروا انو الدولة الان قامت كده يعني. فيشيلوا القروش. في ظل كويس? في ظل في ظل في ظل الواقع الحالي الموجودة الان بتاع انو بيتكلموا انو والله يا اخي البلد لانو في 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 عدم واعي عند الناس يا اخواننا. الناس ذا اكلوا تلتاشر مليون دولار من العراق وجابوا اخشوها. وليه اوريك لا اكلها? لانو عندو الناس مشو. اه اه حزب البحث دا عندو ناس كانوا بيكاتلوا في العراق. وكتر خير الحكومة. يا ودي صالح. ويا يا عمك الريح السنوري كتر خير الحكومة. وكتر خير البشير. اللي اللي جاين دارين تفتروا وتتكلموا انو والله يا اخي كتر خيرون الاجل ناسكن وجابون القضاء دي كلها بيت تفصيل. انا بدي كلها بيت تفصيل. عشان اوريك انو انو النازل النازل مجرمين. النازل مشو عندو كتايب. حتى كتايب اندي كانت ساكنة في العراق وين? مشو قاتلوا مع صدام حسين. وبالمناسبة كانت كميات كبيرة جدا. حتى نما انجوا يجلوهن. نما انسقطوا بغداد وسقط مطار بغداد. وخشوا الامريكان مطار بغداد. في النهاية اضطروا البحثين دا كله مشوا السفارة السودانية في في العراق. وقتها ربنا يرحموا. كان السفير وقتها. يا ربي السفير اسمه الله يكرمكم يا اخي. السفير السوداني وقتها في العراق اسمه انا بلقاو ان شاء الله. اسمه اسمه السفير يوسف مختار. وقتها السفير السوداني في بغداد اسمه السفير يوسف مختار. لما سقطت بغداد والامريكان جوا لانو النازل قانوا مطلوبين. ولا لانا مطلوبين. هس انا بوري كلنا الناس المتخفيين في الخرطوم وخايفين من السفارة امريكية وخايفين لانا متخفين. ما شو طلبوا انه السفير الوقتها وقتها السفير يوسف سليمان اه ربنا يطراه بالخاء ربنا يرحمه ويغفر له يوسف مختار. ما شو اضطروا التجوا للسفارة السودانية في بغداد. في النهاية اضطر السفير دا اتصل الخرطوم انه طلب والله يا اخي اه البحثين ديال وخشة القوات الامريكية. وطبعا لانه كان عنده مشاكل مع الشيعة. مشوا كاتل في شمال العراق. الفيلق ستة وستين او اللواء ستة وستين المشا كتل الناس في السلمانية وكتل الناس في التكريد في مناطق العراق. الشيعة كانوا دارين انتغموا منهم طبعا. اضطروا اتكلموا مع السفير يوسف مختار. السفير يوسف مختار عمل شنو? اتصل للرئيس البشير. قال الله يا اخي والله حصل كده 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 البحثين دالين نخرجون. يحصل شنو? طلعت تعليمات من الخرطوم انه والله يتم اجلاء البحثيين برعاياهم اجلة السفارة السودانية بعربات السفارة السودانية. شالون اجلون. اللي هاسي متخفين. من هن اربع الان متخفين في الخرطوم ما بيصاروا. الان في هن اربعة. اللي من هن واحد اسمه عتيك. واحد اسمه محمد شيخون. واحد اسمه بكري خليل. واحد اسمه حسن عباس. قال اللي لان متخفين جايل? لانه ده المطلوبين. ده ان الناس مشوا لعراق. وحصلت حرب العراق. واتياح العراق للكويت. وصدامي احتل الكويت. بعد ذلك نمن حصل الانسحاب من الكويت. وبدت الناس لو بيستحضروا انه 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 نمن حصل صدامي اتياح الكويت حصلت ثورة في جنوب العراق. بعد ذلك حصل الانسحاب الجيش العراقي من الكويت. الامريكان فتحوا للعراق او فتحوا للصدام. حسن انه يخش الكويت. كان ممكن يدمروا في الصحراء وقتها. كان ممكن يدمروا في الصحراء. از انسان ما عاصفة الصحراء وقتها ولا اسمها جنوبة بعدها. كان ممكن يدمروا في الصحراء. لكن لا. فتحوا ليه? لانه قامت ثورة. الشيعة وقت ذاك سارو هنا.